نعم سنقر نحن الآن في قضاء الخالص التابع لمحافظة الديالة فجر اليوم في ساعة الرابعة فجرا تحديدا دخل مجموعة من المسلحين إلى أحدى المنازل في القرية التي تبعد من هنا تقريبا مئة متر عن مكان ما أقف منه هناك عمليات الآن تجري للتحقيقات في مقتل عائلة مكونة من رب الأسرة وزوجته وابنهما وكذلك جرح الابن الآخر بعد دخول هذه المجموعة من المسلحين في بداية الأمر قد قتل الابن بطلقة واحدة في الرأس وبعدها تنبقت الرب الأسرة ثم خرج المسلحين من خارج المنزل لحقت بهم ربة المنزل لمطاردتهم لكنهم ردوا عليها بإطلاق نار أيضا وأردوها قتيلة ثم بعدها الابن الأخير وهو الرابع وصيب بيده بطلق ناري أيضا تم نقله إلى أحدى مستشفيات بعقوبة في محافظة ديالة الآن تجري هناك تحقيقات من قبل قيادة عمليات ديالة منعتنا ومنعت الكثير من الغرباء عن قرية التحويل في هذه المنطقة من الدخول إلى هذه القرية إلا بعد الحصول على موافقات أمنية أو من سكنة هذه القرية فقط من يدخل إلى هذه القرية التي تقع خلفي الآن هناك عمليات أمنية والتحقيقية تجري داخل القرية لتحقيق عن من هم المتسببين في هذه القضية وهذه الحادث هناك مصادر أمنية تتحدث أن الحادثة ربما يكون جنائي وليس مسلحين دخول مسلحين من خارج هذه المنطقة وربما هناك تحقيقات ستظهر لحقاً اتباعاً من قبل عمليات ديالة وكذلك قيادة شرطة ديالة خلال الساعات المقربة نعم سنقر نعم سنقر يعني حتى هذه اللحظة ربما التحقيقات ستظهر من يقف خلف هذا الهجوم لكن المصادر الأمنية تحدثت عن هو الأقرب هو حادث جنائي لربما استخدام سلاح واحد ونوع واحد من السلاح وهو السلاح الشخصي المسدس المعروف بإطلاقات بسيطة ولم يكن هناك أي إطلاقات نارية كبيرة في المنزل سوى أربعة إطلاقات نارية في كل شخص هناك إطلاقة نارية واحدة وكذلك المصاب أي لكل شخص كان نصيبه إطلاقة واحدة فقط المسلحين بعد أن خرجوا من المنزل حرقوا بجوار المنزل كان هناك نوع من العشبة أو عشب قريب لعلف الحيوانات قد أحرق من قبل هذه المجموعة وغادروا ولذوا بالفرار إلى جهة مجهولة هذا ما يحقق به قيادة عمليات ديالة وكذلك قيادة شطة ديالة نعم سينقر ترجمة نانسي قنقر